بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض دلوقتي ندخل على الجزء التاني من الفيديو بتاعنا عن معبد فيلة خلصنا البيلون الاول او الصرح الاول والفناء الامامي منه خلصنا معصورة نختنبه اللي انا سميتها معصورة حطحور عشان الناس ما تلغبط فيه معصورة حطحور اللي هي عليها مناظر الموسيقى ورا دي حاجة تانية غير دي الصرح التاني مكمل ليه المناظر طبعا على يدي الشمال هيبقى فيه المميز على يدي اليمين هيبقى فيه كتابات موجودة في المعبد المناظر المعتادة بطل ميوصل 12 بيدرب الاعداء بطل ميوصل الخامس بيدرب الاعداء وفوق منظر التسوى اللوحة بقى السفلية اللي تحت اللي لزق فيه جسد او فيه جسم البيلون على لدينا اللي مين الدودو كاشين الدودو كاشين ده التسمية اللي اطلقها هيريدوت وقال ان دي المنطقة الجنوبية المنطقة النوبية من فيلا ودي احتلت ايام اوكتافيوس اللي اصبح بعد كده اغسطس البعض بيسميها مقاطعة 13 وكانت مكان لوداع الدهب واقيل بانها اللوحة دي بترجع لعهد بطل ميوصلات زي ما احنا عارفين طبعا واتضمت لاملاك فيلا طيب هنا النوبة ليه بقى لان فيلا واحد من المعابد اللي ارتبطت بالجنوب عشان كده معبت فيلا من المعابد القليلة اللي حضراتكم هتلاحظوا انه مرتبط بالجنوب الاشارات بتقول انه كان فيه حج بيتم الفيلة من القرن التامل للخامس علشان كده لما لقينا فخار لقينا باسم الاله امونتا كومبوسو التا كومبوسو اللي هي المنطقة مش عارف اقراءة طبعا زي الدكتور احمد صالح هي المنطقة الحدودية الفصلة ما بين مصر ومروي لدرجة انه لما صار المصريين بطل ميوصل الخامس اركماني حاكم كوش احتل فيه لو اعتبرها جزء من املاكه علشان كده مهم اقول انه في الصلاة دي على دينا اللي مين هنلاقي عدد من الكتابات كتيرة جدا موجودة في داخل المعابد الكتابات 27 كتابة ديموتقية 31 من مروي وكتابتين فقط باليونان كل الكتابات المروية بتقرخ بشهر كيك الشهر الرابع للفيضان مرحلة النهاية ومرحلة بزر الحبوب فيه نصوص كمان جوه بتتكلم عن كهانوت مروي في فيلة كل الكتابات ونصوص العيد مواجهة زي ما قلتلكم على دينا اللي مين والمناظر بتاعتها جزء من تأسيس المعبد لكن الاساس فيها هو ما يتعلق بكتابات الاعياد المرتبطة بميلاد وزير في مروي نكمل مع بعض خلاص قبل ما ندخل بس البلونكة لازم أوريكم الجزء ده بسرعة أو اللي هو النص الفرنساوي بتاع السنة الستة من الجامهورية وصل الجيش الفرنسي بقادة بونابرت اسكندرية هرب المماليك امامه الى الاهرامات تحركت القوات للشلالات ووصلت السنة السبعة من الجامهورية يتقدم القوات وبيكتب أسام القادة بتوه وبيقراخوا باليوم الثالث من شهر مارس عام سا 1799 علييني الشبال بقى وانا داخل حسب السهم ما حيوديني كده دلوقتي بشوف مع حضراتكو الماميزي بيت الولادة ماميزي فيلة جوه المعبد ماميزي مرتبط بي ميلاد حورس وعملية التأسيبة بتاعته بشوف من اوله المدخل البلان بتاعه بيظهر قدامي الماميزي بيبدأ المدخل بتاعه المدخل الشرية بتاعه عليه مناظر ليه بطلة ميوس السادس ادي السهمة مرة تانية بيحددلي تمام علي ايدي الليمين اللي ناحت تانية ده الكتابات بتاعت ميرو اللي انا مهدت بها دلوقتي لما اتكلمنا على الدودو كاشن او الجوز بتاعه الماميزي بيولد فيه الاله ابن الاله صاحب المعبد ده شكل المعبد صورة قديمة يمكن شوية لكن الحاجة الغريبة واللي عايزة الفت نظر كلها مرة تانية وفكركم بيها وجود امون داخل المعبد في منظر الولادة منظر الولادة ليس ازوريس ولكن امون واتفاهم امون هو الخير هو الخلق هو النماء هو القوة هو الخصوبة هو رب طيبة الاكبر طيبة اللي كلنا يعني بنمسك فيها كده بايدنا وسناننا يعني زي ما بنقول طيبة القوة بتاعتي الكاملة اللي بتديني كل الخير اللي مهتابه ادي بوابة او المدخل الخاص بيه بطلميوس السادس اللي بيمثل وهو واقف على المدخل الملك بطلميوس السادس فيلوماتور منه بدخل الى المعبد من الباب الجانيبي كده بندخل وبنعدي من خلاله المعبد مناظر بتاعته او كأنه نموذج لمعبد زي ما شفناه ادفو بالزبط مقصورة جزء امامي الجزء اللي بعد كده صالة عمدة او صالة فيها عمودين ثم قدس الاقدس بالمقاصير التلات مناظر اللي برا للتفسوع الاكبر ومعهم الامبراطور بالمناسبة اللي متصور هنا اللي مكمل المناظر اللي برا الامبراطور المناظر كلها زي ما قلت لحضراتكم مناظر خاصة بالولادة الاعمدة بتحمل ما بين العمود البردي واللوتس والاعمدة المركبة بشكل والنخلية بشكل اكتر من رائع مع حوائط الستار اللي عليها كلها مناظر تمثل الارباب والملوك او احد الاباطرة وتحديدا تيباريوس هو اللي بيمثل امامهم وتيباريوس زي ما احنا عارفين كان عنده اهتمام كبير جدا بيه الجنوب ولا سيامة التجارة اللي كانت بتيجي المصر من الجنوب وده كان احد الاسباب اللي خلاه اصدر لمصر عملة خاصة هي العملة المعروفة بس عملة التترة درخمة او الاربعة درخمة اللي كانت مرتبطة عندي بيه مصر ولم تلغى الا مع مجيء الامبراطور دوكليديانوس 284 ميلاديا مناظر المميزي ادي يزيس ويبتولد شايفين من اللي معاها واقف معاها هنا امون وبيهابها حفن علامة الضفضع اللي تحت او ومعاها وعالمة العنق امون اللي بيدي امون في منظر الولادة في شمال المنظر التقديمات كلها اللي بتتم من الاليها وعملية الارضاع لحورص وعملية الاليهات اللي بتشارك نفتيس وغيرها وخنمه وسالوس اليفانتين كل الاليها اللي بتشارك في العيد تتحرك من خلال منظومة واحدة انه يولد في هذا المكان حورص ابن يزيس ربت فيلة ربت معبد فيلة هنا بشوف ادي خنم ساتة عنقط والملك بطلميوس السادس واقف بيقدم لهم باقات الظهور ثالوس اليفانتين شغل كهنة بنكيد بعض انتوا جايين تتفرج بنقدم لكم ورد زي ما قلت لكم الصراع الجميل او اللعبة اللطيفة اللي كانتنا بين الكهنوت مع بعضه عهدتي بيريوس بيتصور عندي مناظر التقدمات امام مجموعة الارباب ندخل بقى مع بعض على الفناء المفتوح اللي مشاهد على مرحلتين اللي قدماني مفتوح السف والتاني من 8 عمدة الانشاءات اغلبها بترجع عهد بطلميوس 6 لكن اغلب النقوش لاخوه بطلميوس 8 الصالة من حيث مناظرها مناظر متكملة بتمثل مجموعة من الموضوعات الدينية المعتادة اللي تعودنا ان احنا نشوفها تيجان العمدة بتمثل نموذج رأى من الصالة دي كمان بيبقى عندي مخرج لبرة هنتكلم عليه بالتفصيل الفيديو الجاي ان شاء الله لكن المناظر مناظر تقدمات الملك امام الالهة الملك بيقدم بعض الرموز الخاصة بكل اله على حدة يعني بشوف مثلا في منظر من المناظر الملك بيقدم امام الالهة تفنود بيقدم البخور وراها الالهة على رأس الريشة كتير من الناس باسمعهم يقول معت معت عمرها ما كانت بدان شوف الامام ووراها الملك بيقدم الى تفنود ده بطل ميوز 8 بالمناسبة المنظر اللي بعده منزر من اجمل المناظر تقدمة الوجات لحورس وخلف حورس بتقف الالهة حتحور ربت فيلة حورس ابن يزيس بيتلقى الوجات العين الشافية في حضور حتحور ربت فيلة اشوفكم الفيديو الجاي نكمل معبد فيلة ما بعدين انشاء الله